وفي مأرب ايضا احتفى تجمع اليمنين الاصلاحي في سنحان وبني بهلول وبلاد الروس بذكرى ستين لثروة السادس والعشرين من سبتمبر وذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس تجمع اليمنين الاصلاح بلقاء موسع جمع ابناء المدريات الثلاثة في مدينة مارك وخلال اللقاء اكد ابناء سنحان وبنو بهلول وبلاد الروس تمسكهم بالثوابت الوطنية المتمثلة في اهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة ومواصلة النضال الوطني ضد قوى الامامة السلالية الحوثية التي تريد اعادة عهد الامامة الذي طول يمنيون صفحته في صبيحة السادس والعشرين من سبتمبر من العام الف وتسعمائة واثنين وسبتين واشهد اللقاء بدور الاصلاح الرائد فالحفاظ على الثوابت الوطنية ووقوفه بحزم امام المشروع الحوثية السلالية المدعوم من ايران وتضحياته الجسيمة في سبيل الدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها وتسخيره كافة الامكانات والجهود لخدمة المعركة ضد الانقلاب الحوثية بهدف استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذ السلطة الشرعية المعترف بها دوليا بمناسبة الذكرى الستين للعيد السادس والعشرين من سبتمبر والذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح في الثالث عشر من سبتمبر وهتين المناسبتين العظيمتين لهم ارتباط كبير كون الذكرى الاولى هي التي حررت شعبنا من ظلمات الامامة الاستبدادية والكهنوت والفقر والجوع والقيد والسجن والمخافة وذكرى الثلاث عشر من سبتمبر التي كانت احدى نتائج ثورة السادس من العشرين من سبتمبر التي جعلت للشعب اليمني الحق في ان يوطن او ينظم نفسه سياسيا واجتماعيا وله الحق في الوظيفة العامة وله الحق في التداول السلمي للسلطة نحتفل اليوم بذكرى تأسيس اليوم معلمني للإصلاح وذكرى ثورة سبتمبر وأكتوبر مجيدتين وفي هذا اليوم المجيد يقوم أبناء مديريا سنحن وبني بهلول وبلاد الروس بهذه الفعالية الطيبة والتي لهم دور في مجارعة الامامة والسلالة والمجروع الامامي الكهنوتي